زي ما كاميرا الأشبال دايما متواجدين مع أولادنا داخل قطاع الناشئين بالنادل أهلي وبنين الكل المباريات وبنعمل السوداء التحليل برضو بنشارككم في اللحظات الصعبة عندنا لعبنا حمد ياسر يعني جات له إصابة قوية هيقعد شهرين في الإصابة كان عنده غضروف عمل عملية بنقول له الحمد لله على السلامة برضو كاميرا الأشبال كانت موجودة معاه بنقول له ألف سلامة نروح نشوف التارير ده والمقابلة دي مع حمد ياسر لعبنا لاعب مدافع شباب النادل أهلي الحمد لله الإصابة حصلت كنت في تاميرين قبل المتش قبل المتش المولين كان يوم 24-20-10 طالع الجنب الواحد كده فرجلي لفت غصبا عني فعدت الدكتور حسن فاضل قاعد معي وكان يتابعين على طول وكده فروحت عملت إشعة إشعة رانين وكده وشوف ريجلي وكده لقيت عندي قطع في الغضروف دكتور رحمد أبعزيز برضو قال لي وكده قال لي العملية من الثلاث والعملية والحاجات دي وعملت العملية والحمد لله والنادي الأهلي ليس أبنيش يعني وكان متكفل بكل حاجة الحمد لله يعني أن أنا في النادي الأهلي برضو لو كنت في حتة تانية كان زماني بطلت كرة وكده لكن الحمد لله فضل ونعمل عند ربنا والحمد لله على كل شيء يعني وفي تحسن يعني مع الوقت وإن شاء الله أرجع وأدي النادي الأهلي اللي هم الدهولي أنا لسه ما عملتش حاجة مع النادي الأهلي إن شاء الله هرجع وهكون أفضل إن شاء الله يعني الدكتور بيقول لي ما فاش حاجة أنت إن شاء الله شهرين وهترجع وهتبقى أحسن من الأول وهتعمل تأهيل وهترجع أحسن من الأول واقع من الأول من التقويات اللي هتعملها والحاجات اللي هتعملها وكده فهتكون أفضل وأحسن مما جئت الأول وهتكون تجاهز عن ما جئت يعني هو أنا ساعة الإصابة وقال لي أنت عندك قطع نسبي في الروباط الصليبي لو كبير هندعمه وكده ممكن نغيره كده بس الحمد لله طالع ما فيش حاجة وقال لي العملية بنسبة 70-80% رجلك هترجع زي الأول وأفضل كمان فأنا هو طميني الحمد لله يعني بعد العملية دخلي وطميني يعني الحمد لله أنا الحمد لله أن الناس اللي هي واسكة فيه أن هي عوزانة بحاجة وأنا إن شاء الله أكون عند حسن ظنهم كده وأحب أشكر اللي ضربتها لديها طبعاً نوافة جنبي وكده هو هم قالوا لي شهرين وبعد كده هاخد شهر تأهيل وإن شاء الله بعد اللي هو ثلاث شهور وهارجع للملعب إن شاء الله أنا عدى أسبوعي فهدل إن شاء الله شهرين ومصر إن شاء الله يعني لا ببقى ليه تمارين مخصصة كده كل ساعة وكده وكل ساعتين ليه ماشي وكده ببقى ليه تمارين مخصصة الدكتور رحمة الدعيل اللي علاء وكده هو أنا لسه راح أتابع مع الدكتور وكده كنت عراح أتابع مع الدكتور النهارده وكده ولسه هو يقول لي بقى أنت هتعمل إيه وكده رحته لأول مرة وقال لي أنت بنسبة سبعين في المائة في تحسن وإن شاء الله يعني خيره والحمد لله يعني في تحسن إن شاء الله يعني أقدر مرجع إن شاء الله أقدر حقاً لأنا كالنفسي حقاً أول حاجة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نجم كبير وكده والنادي الأهلي أعطاني مسؤولية لازم يشيلها فوق كتافي وكده وإن شاء الله أبزل أقصى جهدي وحقاً لأنا نفسي فيه أولاً وبعد كده النادي الأهلي أشيله فوق دماغي ومش هبزل أما أنا مش مش هبخل يعني بنقطة عرق عن النادي الأهلي مش هبخل وإن شاء الله يعني خير يعني في البداية بالمناسبة حمد ياسر من اللاعبين الجدد لانضموا السنادي لفريق شباب النادي الأهلي بيلعب مركزه مدافع جي من نادي تسو وهو ما شاء الله خامة مباشرة كمان في المباراة اللي ازعناها هنا على قناة الأهلي مباشر ما شاء الله خامة جيدة ويعني حاجة مباشرة إن شاء الله وبنتمنى له السلامة ويرجع في أسرع وقت